أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى جولة جديدة من جولات الآن سنناقش فيها طبعا أبرز التطورات في العالم تابعنا مع حضراتكم الآن مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي قيس السعيد في قصر الاتحادية وكان في استقباله طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام سيتم مشاهدين الكرام خلال هذه الزيارة عقد لقاء قمة مصرية تونسية من المقرر أن تتناول عدد من القضايا الأقليمية وكذلك الدولية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كذلك التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة على المستوى السياسي والأمني كذلك الاقتصادي والاستثماري ومشاهدين الكرام هذه تعتبر أول زيارة رسمية للرئيس التونسي إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر وللمزيد مشاهدين الكرام حول هذه الزيارة زيارة الرئيس التونسي قيس السعيد إلى مصر ينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أرحب بك سعادة الله سفير بداية على شاشة أكسرا نيوز إذن كما تابعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل في مراسم استقبال رسمية الرئيس التونسي قيس السعيد في قصر الاتحادية ما أهمية هذه الزيارة سعادة الله سفير خاصة أنها الزيارة الأولى للرئيس التونسي قيس السعيد شكرا على الاستداثة أحب أوضح بداية إذا سمحت لي أنها تاني سيارة لرئيس كمهورية تونس منذ أحداث الربيع العربي فقد سبق أن الراحل الكبير الباجي القائد السبسي رئيس كمهورية تونس السابق كان قد قام بزيارة رسمية إلى مصر عند توليه مهامه وكما أشرت حضرتك هذه أول سيارة فعلا للسيد الرئيس قيس السعيد لمصر فتأتي هذه الزيارة في إطار تحولات هامة في شمال أفريقيا وتحديدا في ليبيا وكانت مصر وليبيا من ضمن مجموعة ما يعرف باسم الدول الجوار الجغرافي لليبيا في سنوات مضت كانت تضم معامة الجزائر الشقيقة والآن أعتقد بعد التحولات الإيجادية في ليبيا اللقاء القمة المصرية التونسية فرصة للبلدين أن يمسقوا مواقفهما وتحركاتهم المشتركة بالنسبة لإستحاب ليبيا وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا بحيث تتمكن السلطة التنفيذية المؤقتة من إجراء الانتخابات المتفق عليها في 24 ديسمبر المقبل كذلك حضرتك يعني تأتي على سلم الأولويات سعادة السفير القضية الليبيا التقديري خاص بالنسبة حضرتك للقضايا الإقليمية التي ستتطرف إليها القمة في تقديري الشخصي أن طبعا الأوضاع في ليبيا هي في مقدمة القضايا لأن كما تعلمين حضرتك لكل من تونس ومصر حدود مشتركة مع ليبيا وكان دائما من طليعة الدول العربية والدول المتوسطة والدول الإفريقية الحريستان على استقرار الأمن في ليبيا الآن وقد تم هذا أعتقد أنه تبادل أجهات النظر بين تونس وقاهرة حول ما يمكن أن يقومان به لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة ولدعم الحكومة التي سيختارها والنظام التي سيختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر القدم أعتقد ذلك أهمية كبرى كذلك هناك في الأوضاع في المتوسط وقضيتين الإرهاب والهجرة غير المشروع فمصر وتونس لديهم نفس الاعتمامات لديهم نفس الشواغن لديهم نفس المصالح في التعامل مع الظاهرتين الظاهرتين في ظاهر ما فيش رابط بينهم لكن في وقع الأمر أثبتت التجارب العملية أن هناك فيه رابط بين الهجرة غير المشروعة وبين الإرهاب الموضوع الآخر القضية الأخرى أو الملف الآخر الأم هو ملف العلاقات الأفريقية العربي طبعا نهينا عن العلاقات السنائية وده بدون أجنى شك ستكون من ضمن القضايا الهمة في القمة طبعا فيه اتفاقيات عديدة موقعة بين مصر وتونس بتمثل الإطار القانوني للتعاون السنائي ونتطلع أن هذه الزيارة تفتح مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التونسية وتسمح بتفعيل العديد من الاتفاقيات سواء فيه ما يتعلق منها بالتبادل التجاري أو الاستثمارات أو التعاون الاقتصادي أو التعاون الفاني نعم طبعا مصر اتفضل تفضل أكمل فكرتك يا سعد كنت أحب أضيف أن مصر وتونس يعني اعتشدهان أيضا فيه الأوضاع الاقتصادية البطالة الحرص على خلق فرص عمل الحرص على توفير الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة يعني الزيارة نحن نرحب يعني بزيارة السيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة وأعتقد تقديري أنها تفتح مرحلة جديدة ليس فقط حضرتك بين مصر وتونس وإنما في العلاقات بين دول شمال أفريق طيب سعدت السفير حضرتك بدأت الحديث بما يخص الشق ربما الأمني وكذلك السياسي ثم تطرقت إلى الملفات الاقتصادية لو أردنا أن نعنون هذه الزيارة أو نضع لها عنوانا فهل ستميل إلى الشق الأمني والسياسي أولا؟ يعني أنا حضرتك أما بنظر لزيارات رؤساء الدول لمسك بنظر إليها من نظرة استراتيجية أشمل من الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري طبعا هي قضايا أهمة لكن أنا شخصياً بنظر إلى زيارات رؤساء الدول إلى مسك أو زيارات السيد الرئيس للخارج في إطار استراتيجي أشمل بكثير من الاقتصاد والاستثمار والتجار بالنسبة لمصر وتوليس ونظر للأوضاع في شمال أفريقيا وفي ليبيا تحديداً وفي الشرق المتوسط وفي المتوسط وفي الإرهاب الذي يستطيع فيه دول الساحل ودول الساحل الأفريقي وجنوب السحراء أعتقد أنه الزيارة كما قلت أنيفاً بتفتح مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التوميسية بعد أن يعني راهن البعض على تظل دائماً في دائرة الجمود لكن زيارة السابقة للراحلة الكبيرة لسيد باجي قائد السبسي رحمه الله وزيارة الحالية لسيد طيس سعيد أعتقد أنهم يضحضان هذه الأفطار الخديثة ومصر يعني تاريخياً مصر وتونش كان دائماً عدى الفترة الخاصة بالخلافات المصرية التونسية حول كيفية التعامل مع إسرائيل دائماً مصر وتونش كانت حذرتك على تلاقي يعني أريد أن أنتقل لمتابعة مؤتمر صحفيها أريد أن أشكرك شكراً جزيلاً